السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم السبت 28 أيلول سبتمبر القمر اليوم أيضا موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى صباح يحمل يوم الغد العحد الساعة 9 و 41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بعدها بينتقل القمر لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 3 و 37 دقيقة من عصر اليوم السبت بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات وبما أن القمر موجود في برج الأسد اليوم معناته منظل في هذه الفترة نشعر أن الناس أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا معاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنانا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر ونشتر المجوهرات الثمين ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ونهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين ليلنا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم في عنا زاوية وحيدة وهي زاوية إيجابية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة وأربع دقائق بعد العصر بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يبتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ ويبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان اللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي بنصحه إيراجع الطبيب طبعاً يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر زي ما حكينا بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون فجر يوم الأحد بيبدأ الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة فجراً وبينتهي الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال طبعاً اليوم هو اليوم الستة وعشرين نسبة الإضاءة ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة في المية القمر في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين تسعة منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة عش في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الميزان حتى يوم 13-10 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم وهذه فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسعر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة وربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار لجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شأنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر فأكثر وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية لحل الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بيسيطر التعب عليكم حول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس حذروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهودكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلبوا المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدهرك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وتعتبر هاي فترة يعني فيها شوية صعوبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه أو تلتقي بأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها هاي فترة مثمرة على جميع الأصعاد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة أخرى تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى أيضاً يجب الحذر في أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه اليوم ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وأيضا انتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كن أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت واتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء